ليس خيالاً فهي الحقيقة الكاملة التي ذشنها تقرير اقتصادي أمريكي عن احتلال العراق للمرتبة 47 عالمياً والرابعة عربياً في أكبر اقتصادات العالم هي حقيقة لا مفر منها كون أن العراق أرض الذهب الأسود وكنز الثروات الطبيعية لكنه التناقض الذي يقلب العقول عندما تظهر تقارير تكشف في كل مرة عن مليارات الدولارات التي يجنيها البلد من النفط وحده ويصنف الرابعة عربياً في الاقتصاد الغرابة التي تداولتها منصات التواصل وغرف الأخبار تشير لأن التقرير الأمريكي يغطي موضوعات الأعمال المصرفية والمالية والإدارة والاستثمار وتحديداً مفردة الاستثمار التي تثير غرابة ومقولة شر البلية ما يضحك هذا لسان حال النشطاء الذين يغردون ويعلقون على سخرية الأرقام وحسابات الاستثمار التي تضع العراق في قائمة متقدمة اقتصادياً فيما الحقيقة على الأرض تثبت أن أشبح الفساد والترهل الإداري والطاردين لبيئة الاستثمار في البلاد غير تلك التي يصنفها العالم لمستوى بغداد في صناعة النفوذ الاقتصادي الذي يطمح إليه العراقي منذ سنوات عجافة مع المقارنة غير العادلة عند القياس مع أكبر اقتصاد عربي بحسب التقرير الذي سجل السعودية بناتج محلي إجمالي يصل إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي بينما العراق الذي يحتل المرتبة الرابعة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي قرابة 297 مليون دولار أمريكي والغرابة الأكبر عندما يسبق العراق قطر التي تحتل المرتبة الخامسة ووفق أرقام حصيلة واردات النفط العراقي في 2022 فإن مليارات الدولارات من المفروض بحسب محللين اقتصاديين أن تحسن مستوى الناتج المحلي الإجمالي بما ينعكس على واقع الاستثمار والقطاع الخدمي والصحي في البلاد وهو الأمر الغائب حتى يومنا هذا